مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يطلق برنامج جودة الحياة 2020 بإجمالية انفاق 130 مليار ريال الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة شرق البيضاء وقتل وجرح في قصف لقوات النظام السوري على درع نشرة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة أهلا بكم البداية من العاصمة الرياضة حيث أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برنامج جودة الحياة 2020 الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي أقرها مجلس الوزراء ويضع البرنامج أهدافا وتطلعات متعددة في مختلف مناطق المملكة لضمان تلبية متطلبات مختلف الشرائح الاجتماعية استكمالا للبرامج التنفيذية الداعمة لمحاور رؤية المملكة 2030 أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برنامج جودة الحياة 2020 والذي يعد أهم لبنات الرؤية في تهيئة البيئات اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة دعما واستحداثا لخيارات جديدة وعززا بذلك ركائز القوة في المملكة البرنامج هذا يهتم بجودة الحياة في المدن السعودية من ناحيتين من ناحية الأولى التي هي جاهزية المدن السعودية من حيث البنية التحتية والناحية الثانية توفر نمط حياة راقي البنية التحتية نتكلم عن توفر الضرق، الاتصالات، المواصلات، الخدمات الصحية الجيدة والخدمات التعليمية الجيدة وبعدين نمط الحياة أن تتوفر بدائل وخيارات لها علاقة بالثقافة، لها علاقة بالرياضة، لها علاقة بالترفيه خطة تنفيذ شاملة يصل حجم الإنفاق فيها حتى عام 2020 إلى 130 مليار ريال الأمر الذي سيحقق بإذن الله نمو مهما في الناتج المحلي بنسبة تبلغ العشرين بالمئة مساهما بذلك في خلق ما يزيد عن 346 ألف وظيفة التحقيق إرادات غير نفطية تصل إلى الواحد فاصل تسعة مليار ريال إضافة إلى إدراجه لثلاث مدن سعودية في قائمة أفضل مئة مدينة في العالم برنامج جودة الحياة هي مثل المواطن السعودي بشكل يومي من ناحية تحسين جودة الحياة اليومية من ناحية جودة الحياة ونمط الحياة بنفس الوقت طبعا الثقافة هي تلعب دور رئيسي جدا بجودة الحياة من ناحية بناء المجتمع السعودي المتقبل الآخر المستمتع بالثقافة المستمتع بالفن وتعكس خطة التنفيذ لبرنامج جودة الحياة عشرين عشرين أهم أهداف الرؤية والمتمثلة في المجتمع الحيوي الذي يحظى بخيارات واسعة تلبي مختلف احتياجاته محققا للنقلة النوعية في أنماط الحياة ومعززا أهم الفرص الاستثمارية بالمملكة للقناة السعودية عبدالله لدليم الرياض هذا وقد أوضح المهندس لؤي بافقيه الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة أن المملكة تسعى دائما لتقديم كل ما يليق بالمواطن والمقيم على أرضها من خلال جودة البنية التحتية ونمط الحياة التي تعد أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها برنامج جودة الحياة عشرين عشرين نحن طموحنا في السعودية الحمد لله كبير ودائما نسعى أنه شيء يليق بالمواطن والمقيم على أرض المملكة ومن هذا المنطلق وضعنا مفهوم شامل بحيث أن تكون البنية التحتية ونمط الحياة هي ركيزة أساسية وتشمل البنية التحتية الخدمات الصحية النقل والإسكان وكذلك الأمور الأمنية وفي جانب تحسين نمط الحياة جوانب الترفيه والثقافة والفنون والرياضة والتي يحتاجها أيضا أن تكون موجودة بجانب البنية التحتية القوية شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس حفل سفارة جمهورية بولندا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بمقر السفارة بالرياض وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية بولندا لدى المملكة يان ستاني سلاف بوري وعدد من مسؤولي السفارة افتتح صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ملتقى الاستثمار في التعليم بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة اسكاكا وقد اجتمل الملتقى على جلستين للحوار تمحورة حول جذب الاستثمار في منطقة الجوف ومحافظاتها والخدمات المقدمة من شركة تطوير للمستثمرين في التعليم وشهد الملتقى توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين وزارة التعليم ومجموعة من المستثمرين والمستثمرات لدعم الاستثمار التعليمي بمنطقة الجوف وذلك بمباركة من سمو الأمير بدر بن سلطان الذي شهد توقيع الاتفاقيات من جانب آخر التقى سمو أمير منطقة الجوف أمس مدير المعهد العلمي بإسكاكا محمد الشمري يرافقه وكيل المعهد وأعضاء هيئة التدريس وخلال اللقاء تسلم سموه تقريرا عن أنشطة المعهد العلمي ومشاركاته المتنوعة في المناسبات الوطنية والأنشطة الطلابية مستمع لنبذة عن المعهد ومراحل التأسيس والتطور التي مر بها كما التقى سمو أمير منطقة الجوف رئيس القطاع الشرقي للتوزيع وخدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء المهندس فؤاد العبدالقادر يرافقه مدير كهرباء منطقة الجوف المهندس أنور البراك واستمع الأمير بدر بن سلطان لشرح عن الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين في المنطقة وسعيها للتكامل والتجانس مع الخدمات الأخرى لدعم التنمية والفرص الاستثمارية موجها سموه بتقديم أفضل الخدمات الكهربائية للمواطنين نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض تعازي خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي العهد لأسرة الشهيد الملازم أول سعد بن فهد المديهش الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعا عن الدين والوطن وكان سموه قد أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة العصر اليوم في جامع الأمير فهد بن محمد بن حائر وأعرب الأمير محمد بن عبد الرحمن لذوي الفقيد عن عزائه في فقيد الوطن مؤكدا ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الدود عن الحما هذا الوطن الغالي سائلا المولى عز وجل يتغمده بواسع رحمته ويتقبله في الشهداء التقى الرئيس مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية اليوم في البيت الأزرق بالمقر الرئاسي معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح الذي يزور كوريا حاليا وأشاد الرئيس الكوري خلال اللقاء بعمق العلاقة الثنائية القوية والثقة الكبيرة المتبادلة بين البلدين مضيفا إلى أنه يتطلع لاستمرار التعاون مع المملكة في مختلف المجالات خاصة المجال الاقتصادي مشيرا إلى أن التعاون حاليا لا يقتصر على النفط والطاقة التقليدية بل أصبح يشمل المجالات الصناعية الحديثة مثل السيارات الكهربائية والآلات وذلك في إطار رؤية المملكة كوريا عشرين ثلاثين أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للمركبات في المملكة مشيرا إلى تدجين عدة مدارس نموذجية لتعليم القيادة بالتعاون مع بعض الجامعات السعودية إضافة إلى تهيئة عدد من المواقع في مختلف مناطق المملكة لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية الرغبات في استبدال رخصهن برخص قيادة سعودية كما تطرق مدير إدارة المرور لآخر الإحصاءات المرورية وبرنامج الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المتنقل أثناء القيادة وإمكانية إضافة مخالفات جديدة على قائمة الرصد الآلي وقع فريق من مركز الملك سلمان الإغاثة والأعمار الإنسانية في مدينة غازي عنتاب التركية اليوم سبعة برامج تنفيذية لصالح الشعب السوري ومهجري الروهينجا مع أكثر المنظمات الفاعلة والمتميزة بالعمل الإنساني والإغاثي وتشمل البرامج الموقعة خمسة عقود لرفع معاناة الشعب السوري في الداخل والخارج بالإضافة لبرنامجين تنفيذيين لتنفيذ مشروع إفطار صائم لصالح اللاجئين الروهينجا في ولاية أركان في مينمار ومدينة كوكس بازار في جمهورية بنغلاديش مشاهدين الكرام النشرة لازالت متوالية وفيها بعد قليل بعد دخل الانفني تويتر تحث جميع المستخدمين على تغيير كلمات السر من جديد حياكم الله شارك سفير المملكة لدى اليمن محمد أل جابر والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن ترك المالكي في ندوة استضافتها الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا ونقشت الندوة الأوضاع في اليمن بشكل عام والموقف السياسي والإنساني والاقتصادي والعسكري وموقف إيران وميليشيا الانقلاب الحوثية الإرهابية وتمت أيضا مناقشة حقيقة الموقف السياسي والإنساني والعسكري ودور إيران في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة من خلال أذرعها ميليشيا الانقلاب الحوثية ما تسببت فيه تلك الميليشيا الانقلابية من وضع مأساوي يعيشه الشعب اليمني هذا وثمن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي جهود المملكة والإمارات والكويت في دعم الشعب اليمني مبرزا تقديمهم نحو أكثر من ملياري دولار لتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي وأوضح المخلافي في تصريحات إعلامية بالقاهرة اليوم أن المشهد المضطرب في اليمن أو شكى على الانتهاء مشددا على أن إيران سبب الأزمة اليمنية وتدخلها يشكل كارثة إضافية لمعاناة الشعب اليمني على صعيد متصل حرر تحالف دعم تحالف الشرعية في اليمن بقيادة المملكة 85% من الأراضي من ميليشيا الحوثي التفاصيل مع الزميل محمد الوهابي منذ مطلع العام 2017 استعاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة 85% من الأراضي لصالح الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وذلك بعد أن كانت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تتحكم بما يربو على 90% من الأراضي اليمنية وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018 اعتمد التحالف العربي في عملياته العسكرية على تحقيق أهداف عسكرية دقيقة يجري تنفيذها لدعم الجيش اليمني على الأرض إذ استعاد أكثر من 700 موقع من الميليشيات المدعومة من إيران في الوقت الذي ما زالت فيه الميليشيات مصرة على استهداف المملكة بالصواريخ الباليستية التي تجاوزت 120 صاروخا دمرتها قوات الدفاع الجوي السعودي جميعها وشهدت العمليات العسكرية منعطفا هاما تمثلت في استهداف رئيس ما يسمى المجلس السياسي الإنقلابي صالح الصماد التي جاءت كموجة كبرى ضربت الجماعة وأوجعتها ويأتي استهداف التحالف لقيادات الصف الأول مباشرة وتضييق الخناق على تحركاتهم في الوقت الذي حققت فيه القوات الشرعية اليمنية انتصارات في صعدة وحجة والبيضاء والساحل الغربي مسارات تحالف دعم الشرعية متعددة لدعم الشرعية في اليمن ولا تقتصر على العمليات العسكرية وحسب بل تمتد إلى جوانب أخرى اقتصادية وأمنية وإنسانية سيرت من أجلها قوافل الإغاثة إلى تعزيز مساعدة المحتاجين في المناطق المحررة بالتوازي مع إيصالها إلى جزر وقرى ومناطق لم تعتد على تلقي المساعدات سابقا فضلا عن اتجاهها صوب مناطق ما زالت الميليشيات الحوثية تسيطر عليها هذا وتشكل القوات السودانية المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن عنصرا هام لدعم جهود التحالف في دحر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وقد أكد ضباط ارتباط القوات السودانية في التحالف العميد الركن الأمين يوسف إبراهيم أن قوات بلاده بل قوات بلاده ستبقى موجودة حتى تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله تشكل القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عنصرا هاما لدعم جهود التحالف في دحر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ما يعكس في واقع الأمر حرص السودان على تثبيت موقعه كفاعل في المنظومة العربية ومدافع عنها وقد أكدت الخرطوم في أكثر من مناسبة أن مشاركة قواتها في التحالف ضد ميليشيات الحوثي تأتي من منطلق الحرص على عودة الشرعية اليمنية وأمن المنطقة وأن السودان سيظل جزءا من التحالف لإيقاف التدخلات الإيرانية وأن هذه المشاركة في إعادة الشرعية لليمن فرضتها القيم الدينية ووفاء بالالتزام الأخلاقي وواجب الأخوة تجاه الأشقاء في اليمن ومنذ انطلاق عصفة الحزم ومن بعدها إعادة الأمل انخرطت القوات السودانية المشاركة فيها بفعالية وكانت ولا زالت تقف بكل ثبات وحزم مع قوات التحالف في كل الجبهات دعما للشرعية في اليمن ولعبت دورا بارزا وحاسما في دحر الميليشي الحوثية الانقلابية المشاركة الخارجية للقوات السودانية في العديد من الجبهات على المستوى الإقليمي أكسبتها خبرات ومهارات قتالية متفردة بجانب أن تلك المشاركات أضافت إليها قدرة عالية للتأكل مع كل الأجواء والبيئات وهو ما يعد إضافة نوعية لقوات التحالف العربي لتحقيق أهدافها السامية باستعادة الاستقرار لليمن وشعبه وردعا لعبث إيران في المنطقة وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى بدوره أكد المحلل العسكري والاستراتيجي عبدالله غانم القحطاني أن مشاركة القوات السودانية مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لها دور كبير وذلك لما أسند لها من مهام عالية الأهمية دور السوداني والعسكري في اليمن دور مشهود ودور عظيم ومقدر هذه القوات السودانية العربية العصيلة تقوم ضمن التحالف العربي لعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تقوم بدور كبير جدا ويسند لها مهام عالية الأهمية فتقوم بأدوار عالية الأداء والنتائج هذه القوات تشارك بكل ما أوثيت من قوة لها باع طويل في الخبرات ولها تاريخ مجيد في الانتصارات وبالتالي هذه القوات التي تشارك ضمن التحالف العربي هي لم تأتي من فراغ وإنما جاءت بناء على العلاقات السنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان الشقيقة وفي الداخل اليمني حررت قوات الجيش الوطني عددا من المواقع الاستراتيجية في جبهة قانيا شرق البيضاء وسط اليمن حيث شنت القوات هجوما عنيفا على مواقع تتمركز فيها الميليشيا الانقلابية بمنطقة السيبل والخدار والخليقة في جبهة قانيا وأسفر الهجوم عن تكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد تأتي هذه الهجمات استكمالا لعمليات تحرير المراطق والمحافظات اليمنية من سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في الملف السوري أفد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم مقتل وإصابة عشرة أشخاص جراء قصف قوات النظام السوري على مناطق سيطرة المعارضة بمحافظة درعا وأوضح المرصد أن القصف استهدف مناطق المعارضة في بلدة الحراك مشيرا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحي المعارضة وآخرين موالين لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة حوض اليرموك إنسانيا حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظة إدلب شمال سوريا وقال يان أجيلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا إن ملايين المدنيين لا يزالون محاصرين وسط الصراع الدائر منذ أكثر من سبع سنوات وأن كثيرين من من فروا من مناطق المعارك اضطروا للجوء إلى مخيمات تنوء بالنازحين في إدلب شمال غرب البلاد ودعا إلى إجراء مفاوضات لحماية المدنيين في إدلب مضيفا أن نحو أحد عشر ألف سوري لا يزالون تحت الحصار فيما توجد صعوبة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليوني شخص حثت شركة تويتر مستخدميها الذين يفوق عددهم 330 مليون على تغيير كلمات السر لحساباتهم بعد أن تسبب خلل فني في كشفها حثت شركة تويتر مستخدميها الذين يفوق عددهم 330 مليون على تغيير كلمات السر لحساباتهم بعد أن تسبب خلل فني في كشف بعض تلك الكلمات في صورة نصوص مقرؤة على شبكتها الداخلية للكمبيوتر بدلا من إخفائها بموجب عملية تعرف باسم الهاشينغ وكشفت الشركة عن المشكلة في منشور وسلسلة من التغريدات قائلة إنها علاجت المشكلة وإن تحقيقا داخليا توصل إلى عدم وجود ما يشير إلى أن كلمات السر التي كشفت تعرضت للسارقة أو إساءة الاستخدام من أفراد داخل الشركة لكن حثت كل مستخدمها على تغيير كلمات سرهم من باب الاحتياط ولم تذكر تويتر على تكلمات السر التي تأثرت لكن مصدرا ذا صلة برد فعل الشركة قال إنه عدد كبير وإن كلمات السر ظلت مكشوفة عدة أشهر واكتشفت تويتر الثغرة قبل أسابيع قليلة وأبلغت بها بعض المنظمين وقالت أدوانة تويتر نحن أسفون لحدوث هذا الأمر ونصحت الشركة مستخدميها باتخاذ تدابير احتياطية لضمان سلامة حساباتهم وذلك بتغيير كلمة السر وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية لمنع تعرض حساباتهم للاختراق يأتي الكشف عن هذا الأمر في الوقت الذي أفحص فيه نواب وهيئات تنظيمية حول العالم الطريقة التي تقوم بها الشركات بتغزين وتأمين بيانات العملاء بعد سلسلة وقائع تتعلق بأمن البيانات لدى إكوي فاكس وفيسبوك وأوبر تيكنولوجيز وسيبدأ الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الشهر الجاري تنفيذ قانون صارم جديد للخصوصية يدعى اللائحة العامة لحماية البيانات والذي يفرض غرمط باهظة على منتهيكيه ونختم نشرتنا بالعناوين المهمة التي وردت فيها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يطلق برنامج جودة الحياة عشرين عشرين بإجمالية إنفاق مئة وثلاثين مليار ريال الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة شرق البيضاء قتلى وجرحى في قصف لقوات النظام السوري على درعا مشاهدين الكرام من القناة السعودية قدمنا لكم نشرة المساء ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات جميع الزملاء الذين ساهموا في إنجازها في أمان الله اشتركوا في القناة